أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن حق السكن للمرأة يعد من أهم أولويات عمل المجلس لتمكينها وتوفير كافة الحقوق وسبل الدعم لها الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار الأسري ويزيد من إسهامها الاجتماعي باعتبارها مكونا أساسيا في المجتمع وأشادت سموها بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة مؤخرا لزيادة المشاريع الإسكانية والإسراع في توزيع المساكن الملائمة للمواطنين والمواطنات وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة استقبلت سعادة المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان حيث اطلعت سموها على خطة وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية للمرأة البحرينية من خلال مشاريع الوزارة بحسب الفئات المدرجة في قرار وزير الإسكان رقم 909 الصادر في العام الماضي وإنفاذا للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واستمعت صاحبة السمو إلى إجاز حول مشروع مساكن ومتبعات وزارة الإسكان لاحتياجات المرأة البحرينية للخدمات الإسكانية من جانبه أوضح سعادة الوزير أنه جار العمل على وضع اللمسات الفنية الأخيرة لمشروع مساكن الذي يعد ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة مثمنا في هذا الصدد توجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس والتي كان لها بالغ الأثر في أن يصبح هذا المشروع واقعا ملموسا بعد وضع حجر الأساس له العام الماضي تشرفنا بالأمس بلقاء صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم قرينة ملكي البلاد المفدى وهذه طبعا اللقاء يأتي ليؤكد اهتمام سموها في شؤون المرأة ولا سيما طبعا الشأن اللي يتعلق بالإسكان كونها خدمة أساسية وتمس المواطن بمختلف فئاته من خلال هذه اللقاء تم التركيز على الخدمات الإسكانية وقوائم المرأة بالتحديد وأيضا تطرقنا إلى وضعية مشروع مساكن ونسب الإنجاز فيه ومتى إن شاء الله سيكون جاهز طبعا طمنا سموها أن مشروع مساكن يسير وفق البرنامج ومن المؤمل إن شاء الله خلال شهر ونصف شهرين بالكثير تستلم وزاة الإسكان من المقاول ويكون جاهز إن شاء الله للتشغيل على نهاية هذا العام